اعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تسجيل اكثر من 1600 مخالفة على اصحاب العمل والعمال خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2022 تتعلق هذه المخالفات باستخدام عمالة اجنبية دون تصريح عمل والعمل بالمخالفة لشروط التصريح فيما تم استحصال 409000 دينار جراء ضبط عمالة مخالفة وحالة 570 قضية الى النيابة العامة من جانبها اكدت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير رئيس التنفيذي لهيئة تنظيم السوق العمل ان الهيئة حرصت على تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف المنشآت ومواقع العمل ومواقع تجمع العمالة في جميع المحافظات واشرت جمشير الى ترحيل 916 عمل مخالف لشروط تصريح العمل وشروط الاقامة في مملكة البحرين بما في ذلك الصادرة بحقهم احكام ادانة من المحكمة والنيابة العامة مؤكدة عدم امكانية اصدار تصريح عمل جديدة للعمالة المخالفة لأحكام القانون في المملكة الذين يتم ضبطهم خلال الحملات التفتيشية وهابت الرئيس التنفيذي للهيئة باصحاب العمل على ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم استخدام العامل الاجنبي الا بعد اصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة وثمنت جمشير جهود جميع الشركاء الحكوميين وتعاونهم مع الهيئة في تنفيذ الحملات وزيارات التفتيشية اشتركوا في القناة